بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد والي الطيبين الطاهرين اليوم بنتكلم عن إضافة لوجو له شعار للقناة تبيضيف أكثر من شعار تبيضيف هجتاق في القناة طريقة إضافتها تقدر تخلي الإضافة في البداية وفي النهاية تقدر تخلي الإضافة في الوسط تقدر تخلي الإضافة وإضافة نتعامل مع الوقت الوقت أنت بيضيف تسجيل الوقت يطلع لك كم ثانية أنت في أي ثانية في أي دقيقة تبقى ههم تطلع في البداية ولا في النهاية من وين هذا كل هذا وين بمجرد ما تفتح تروح الوركس بيس إذا أضفت الفيديو حقك تروح التايم وتضغط على ديت بورن أن شف هذا الديت بورن أن يحتوي على اثنين بروجيكت وكلب البروجيكت شنه وشنه الفرق بين الكلب خلنا نتكلم أواشا عن البروجيكت البروجيكت لو فرضا أنا أبي أضيف ريكوردينج تايم كود شف الآن انضاف خلنا أورك إياه في الشاشة يتشوفه في الشاشة هنا خلنا أشيله شف يطلع في الشاشة هنا أقدر شنه أقدر أكبره أقدر أكبره شفه هاك شون كبر أقدر أكبره وأقدر أسقره أقدر أعطيه حاجة من ديلي أقدر أقيره أوكي أقير هذا اللون الشكل أبغى هذا الشكل أبغى يعني تقدر تلعب فيه من هنا تبغى هذا بيصير كذا أنزين تقدر تغير لونه اللون حقي أبغى يصير لونه أصفر أقدر أغيره أقدر ألف يمين وألف أود أو أود يسار مكان ما أبغى أورقيه فوق وأنزله تحت على كيف معابي أقدر شنه الشفافية حقته شفت الشفافية حقته شلون تصير أقدر أخليه شفاف أخليه هذا فيش اسم هذا شا الفرق شف هذا شفت ديسيبلي ديورنغ شفت ديسيبلي ديورنغ هذا حق تحديد الوقت أنا أبغى في الفريم 24 يطلع وفي الفريم 24 يقدر يختفي في النهاية في البداية يعني شف هكا الحين حطيته أنا هنا أجي الفريم 24 في البداية شفا هكا يطلع ها ويبتدي يختفي من الفريم 24 شفت هاك حين الفريم 24 شفت اختفه في الفريم 24 بالضبط يختفي ونفس الشيء لو روحت في النهاية شف في النهاية خلنا نجيبه في النهاية هذا نروح له ونشوفه نوريك في الفريم في النهاية يقعد يختفي نهايته في الفريم النهاية 24 طيب انزين اه طبعا هذا في الفريم نهاية 24 انت رايح تشوفها بس في التصدير رايح يختفي خلاص ما يصير يصدر ويا هذا المهم الحين لو كل لو قلت تبي اتضيف تقدر اتضيف لوجو شف اللوجو انا عندي لوجو رسمة جبتها اجيبها من هنا واحددها في المكتب واجيبها في اي ملف موجود واجي واحطها اللوجو نفس الشي اقدر اختار اللوجو اذا ضفت لوجو هذا اخترته اللوجو نمبر وين شف انا موجود وينه اللوجو هذا هو جبته وضفته الان شبيصير بينضاف دايركت مع الفيديو اللوجو بينضاف مع الفيديو شفتها وين انضاف بس لاني انا هنا في اللوجو هم محدد شفتها محدد في اي وقت يطلع هذا اللوجو طبعا لكل تحديد اضافة شف الان اللوجو لو فرضا انا بروح اقشر المفروض اقشر التايم لاين واحدد لهم متى يطلع فهمت قصدي اللوجو متى ابغى يطلع لا والله انا اللوجو ابغى يصير على طول اقشر لو اذا اقدر اقير مكانه احطه في الزاوية اللي ابيها ويصير معاي مع الفيديو على طول او الديمين اوزنة اقدر اوزنة في اي مكان ابغى هذا وزنية اللوجو انزين الان تعال قلنا ش الفرق بين البروجيكت وكلب البروجيكت على كامل المشروع اقصد البروجيكت كامل المشروع ينضاف لك هنا انت هذا المشروع كامل المشروع ينضاف لك هنا اوكي لو لا والله انا ما ابغى على البروجيكت ينضاف كامل انا ابغى على جزء من البروجيكت اجي احدد الكلب واختار من الكلب يصير اندي فرضا مقطع يعني لو فرضا انا جيت هنا وقطعت هذا يصير خلاص في المكان المقطوع عندي اوكي لو انا فرضا جيت هنا وقطعت هذا خلاص يصير هذا على اللوجو شفت اللوجو يصير ولا الاضافة حسب ما انا حددتها يصير فيها يعني لو فرضا انا باللوجو هنا شي ثاني خلنا اضيف شي ثاني خلنا اضيف هذا اللوجو شفت الان انضاف هنا وين اللوجو انضاف في المقطع هذا شفتها تشوفه الحين هاده شفت شفتها تحت خلنا اكبره وين خلنا اكبره اللوجو اوديه طبعا اللوجو لازم يكون على حسه بالمقاس اللي تبيه ما فيه امل تكبير ولا ذا يعني فرضا انا ضفته هنا الحين فقط لقير على المقطع اللي اقشر عليه شفتها التأشير لازم تنتبه له انه لازم تأشر على المقطع وتروح الورك سبيس وتأشر عليه هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر